أو يعرفوا فن الإتكيت، خاصة الأزواج مع الزوجات سيدة بوسينا، إيه هو الإتكيت أصلا؟ هو فن وزيجيات التعامل مع الآخرين بصفة عامة لازم الواحد يكون عنده زوء في التعامل مع الناس هو فن التواصل مع الآخرين وطبعاً بين الأزواج دي حاجة أساسية لازم يكون فيه بينهم احترام وفيه بينهم لغة التواصل ولازم الناس تعرف تتواصل مع بعض علشان أصلاً يوصلوا ليكون فيه بينهم لغة حوار وهو ده الإتكيت والزوقيات على جهب الآخر شو زحمة الهانية يلا التأثير بقى لتكيت في العلاقات الزوجية هو مبدئين يعني احنا مفتقدين الجزئي دي يعني بشكل أو بآخر أسلوب التعامل للراقي يعني اللي هو بيتحط تحت بند لتكيت أو تحت مسمى لتكيت إن أنا أتعامل معك بشكل لائق وآدبي وعلى خلوق وفي إطار رقي عالي لكن ده ما بيحصلش بالشكل العام يعني احنا عندنا سوابق كده جميلة جدا في الزكريات اليوم بتاع الوقف أنت أكيد عارفه ما هو يوم الوقف؟ يعني تبقى العلاقة جميلة ومسمرة جدا يومين ثلاثة هو يوم الوقف بالأخص أنت أظن بتشوف شكل الزوجات وشكل الأزواق في اليوم ده بس سيبك من عيد الفطرة عشان بيبقى إيه الدنيا سيوم حتى عيد الأضحى فيه سيوم ولكن بيبقى الواحد ممهد ليه يعني الحوار بيبقى مختلف خالص التزين بيبقى آخر اليوم يعني بيكون شاف شخصية وشاف تعامل طولي اليوم وفي نفس الوقت كده كده نصير الرجل يعني زي ما بيقولوا ولكن هنصر مرأة شوية باية بالمقدر الممكن الفكرة أن هما في الفترة دي كل واحد بيهتم بالمراحل الحياتية بتاعته وبيجهل التعامل مع الطرف الآخر فبيقف كده التواصل بالصورة اللي احنا بنبقى عايزينها فبتلاقي الشكل بيطلع في الآخر زي ما احنا بنشوفه في الميديا بصورة أو بأخرى في الأفلام أو المسلسلات التزين مش موجود غير بعد ما بيخلصوا اليوم كله وهنبدأ بقى علشان العيد آه العيد فرحة وكل حاجة كل حاجة وفي تزين طول اليوق أو طول السنة كمان آه تزين بالكلام حتى يعني طبعا النقطة دي نقطة مهمة جدا زميل العزيز أستاذ أحمد هاني فعلا أنا مش عارفة ليه فيه موظم البنات طبعا إلا ما رحمه ربي يعني موظمهم حقيق آه موظمهم طبعا التعامل مرفوض بشكل عام موظمهم موظمهم دائم موظمهم موظم بيجوا في الاهتمام بنفسهم قبل أي مناسبة بس مش عارفة ليه ممكن ويا خارجة قبل العيد آه يعني مش عارفة ليه مع أن المفروض الاهتمام بالنفس ده أصلا بيكون الوحدة لنفسها وعلى فكرة بيبان يعني بيبان مسلا سيه في فترة خطوبة أو حاجة قبل ما بتتجوز اللي هي بتهتم بنفسها علشان تجذب الطرف الآخر بس ولا هي بتهتم بنفسها علشان ده طبعتها الراجل الصح الزكي بيبان طبعا بيبان ازاي بقى بيبان ما هو لو فترة الخطوبة مش كلها دباديب وكلام بساعات في التليفون بس صح وورود وكده مش مهمة الحاجات دي أساسية يعني لو هي مش كده بس كلام في أساسيات في الحياة بيبان يعني اللي بتتصنع بيبان واللي بتتعامل بطبيعتها بيبان طبعا مسترحمد بقى قولنا الراجل الصح هو اللي هيعرف من مالك وابو حنيف قالك حاجة ما كلها كده كان دائما بيقول لك الخطب والمخطوبان كلاهما يكذبان كل واحد يحاوز إن كل واحد فيهم بيحاول أن يظهر أفضل مال دي صحيح انت شايف إنه هو دا طبيعي إنه كل واحد فيهم في الفترة دي بيحاول أن يظهر أفضل مال دي إزاي إنه هو بعد كده يفضل مكمل في إنه دايما كويس بصة هي زهوة الحاجة دايما بتبقى في الأول قوية جدا يعني أنا لو بشكل أو بآخر هتشتري حاجة فأنت لو مثلا بتجيب عربية جديدة يستحيل عمرك أول ما تركب العربية الجديدة دي بيكون لبسك مش مهندم مش مزبط حالك أنت عارف اللي هو إيه تتناسب آه تتناسب مع الحاجة اللي أنا جبتها العلاقات حتى تحولت لإيه سلعة إن أنا برتبط بالطرف الثاني فلازم أتجمله بالشكل الكبير جدا لحد ما يحصل الارتباط بعد كده بتيجي عملية الزهق حتى الحوم عملية الزهق الزهق أمبا اللي هي الملل يعني خلينا الفطور في العلاقة بالضبط وبيجي بعد كده خرص الزوج اللي بنسمع عنه العلاقة بعد كده بتبقى شبه معدومة يعني اللي هي تعامل علشان التعامل علشان الحياة تمشي عيشة والسلام زي ما بيقولوها وخلاص لكن في الأساس هي مش كده المفروض أن أنا لو هرتبط بشخص ما أمليش أو قدله بدلوي بالشكل ده بتلاقي أن كل واحد حتى لما بيجي يرتبطه كلام طول الليل ورغي طول النهار وعال فاضي لكن النتائج إيه سيفة يبقى المفروض يعمله إيه بقى ده ما عارفهم أستاذ وسيني هعملوا إيه بقى عشان يحاولوا على قد ما يقدروا أن هم يحطوا العلاقة في إطار صحيح فترة الخطوبة هي فترة التعارف على بعض هقولك قصة سريعة كده في أحد الصالحين كان جيد جوز من واحدة قال لها أنا صريحة بعيب يعني قال لها أنا عندي عيب فخلقي فإن كان بيكي فقال له هيكمله ولو مش مناسب خلاص مش مناسب بيبقى خلاص فقالت له ردت عليه رد جميل قوي قالت له الأوحش منك هو اللي بيطلع منك العيب ده لكن أنا هساعدك أن أنت تتخلص من العيب ده فهو صريحة من البداية طبعا إيتيكيت وزوقيات ورجل عارف يعني إيه تحمل مسؤولية وبعدين مودة ورحمة بينهم فجي صريحة لأنه مش حابب يدخل في علاقة فشلة هو من البداية صريحة علشان يعيش في استقرار أنا عندي مشكلة في كذا بالضبط لو أنت يا بنت الناس هتقبالي بيها أهلا بيكي مش هتقبالي بيها يبقى أنا مخدعتكيش بس فوافق بالعيب ده اللي هو كان عصبي جدا وبعد كده تعاملت معي وفضلوا مع بعض الحد ما توفاهم الله هذه النقطة ومفيش حد على فكرة بيغير حد من البداية لو هي هتاخد عصبي هيفضل عصبي مفيش حد بيغير حد في حالة يسمعها تعديل سلوك طبعا مش تغير سلوك يعني ده طبعا لازم نكون عارفين أو أي سلوك في الدنيا عارفين من مكتسف فممكن يتغير يتغير يتعدل لكن مفيش شخص بيغير شخص يعني أنا مغيرش شخص لأنا ارتبطت مغيروش أعدل سلوك لهو من جواه عايز يتغير بيتغير دي نقطة وكده كده الاتيكيت عمتا هو زي ما قلنا فن وزوقات التعامل مع الآخرين وبالنسبة للمظهر بس هقول حاجة سريعة إن المظهر لازم اختيار اللبس المناسب للوقت والمكان المناسب ده أساسي لو كل الناس عارفت ده سواء أبقى مع شريك حياة أو في العموم حيبقى الموضوع مختلف كتير طيب سوز أحمد الأزواج في البيت بشكل عام وخاصة بمعضب أولاد بتلاقي زوجة مهتمة بشكل كبير قوي بالأولاد وناسية فكرة إن فيه زوج وإنه لازم تهتم بنفسها حتى لنفسها أما كانت الـ ATM المفروض إن هي لا أتبقى مهتمة بنفسها أكتر لازم تراعيه لازم تاخد بالها من حالته النفسية وحالته الصحية وأفكاره ما قلع ذلك تفتكر ده لئي ما بيحصلش بالفتر؟ أنت بتقول عجيب بالله دي الحاجات دي غريبة طبعا طب ليه بقى؟ هو كل الألاقة ما بينهم فيزا يعني هي بتطلب منه الأردر وهو إنه فيز الفكرة ما بين الاتنين سواء ما قبل الارتباط بتبقى هدايا وحب وكلام ما شاء الله بيهتلي للمرأة نية بتعتبر الراجل هي أفيزة بس بص هو أنا بيني وبين الحوارات دي يعني حروب كتيرة أشباه الإناث وأشباه الذكور أو الرجال الاتنين إحنا مفتقدينهم في المجتمع يعني فيه ذكور كتير بس ما فيش رجال ونفس الفكرة فيه نسوة كتير ولكن ما فيش إناث بصر لنا بقى الحتة يعني العلاقة ما بين الاتنين دلوقتي بقت مختصرة علشان أبدأني يعني ممكن تلاقي الاتنين بيحلاو ده أنهم في مرأة واحدة يعني القصة اختصرت في فكرة إيه إن الست ما بقتش بتلاحظ إن إزاي تتعامل مع رجل ومتفقد ده حتى ومش عايز تتعلمه هو كده أنا ارتبطت بيك على كده بقى إحنا نكمل كده بتاخد من أول زي ما إحنا بنقولنا بالبلد كده من على وش القفص أنا عرفتك بالشكل ده بقى لازم تكمل كده أنت ما بقتش بتحبني زي الأول هي الوصلة ما بين الاتنين لو هو اهتم بالمشاعر بتاعتها وهي اهتمت بشؤونه الشخصية العلاقة تبقى مختلفة الراجل مش عايز غير الأكل والشرب واللبس ده رقم واحد بعدي يليه بقى الاحتياجات التانية بس دي في الأساس يعني أي راجل في الدنيا لو سألت وقلت له أنت لو دخلت بيتك لقيت هدومك مكوية ومتطبقة ومتجهزة مترتبها كده واكلك مبود سوخن في معاده وبيتك مضيف وزوجتك شكلها مقبول اه مش هنقول إن هي تبقى واوه بس ده مقبول ما تبقيش مريمونيب يعني أعدله في البيت أو على الأقل زي ما بتخرجي برا موجودة في البيت بالضبط يعني هي بتتزين للبرا كتر من اللي جوة اللي جوة ده بيدفع بس عايز طيب خليني في الموقتة ليه يا راح يزيزة بوسينا ليه السيدات أو البنات عموما برا البيت حاجة يعني مبهرة جوة البيت حاجة مبهرة بس من خطة هاني خالص إيه السبب؟ خليني نتكلم ويقول طبعا ما نعممش لأن مش كل الناس كده اللي مهتمي بنفسها عشان نفسها مش هتكون كده هتكون كده برا البيت وبرد بزبط عشان كده بنعمل محاضرات للبنات بس بناعمل محاضرات للبنات بس فانا الاتكيت وكده بنعلمهم ازاي يهتموا بنفسهم وازاي يعني يكونوا مهندمين في كل وقت اللي بتتعلم ده طبعا بتكون فيها لطول مستر رحمد اتكلم في نقطة مهمة جدا طبعا اللي فعلا احنا مفتقدين انه يبقى فيه رجولة كاملة ومفتقدين انه يبقى فيه أنوسة كاملة فعشان كده احنا المحاضرات بنعلم بقى البنات فيها ده يعني هي ما تهتم بما ظهرها ده هيكون هيخليها دايما حتى مع زوجها مش هيشوفها ماري مونيب مش هيشوفها كده خالص بس هي الفكرة فعلا فيه معظم البنات او السيدات بيتجاوزوا هما عندهمش مش واخدين دورات ارشاد اثري ما يعرفوش حاجة عن الزواج وعشان كده بنقول لازم دورات الارشاد الاثري والزواجي لان سيكولوجية عقل الراجل غير سيكولوجية عقل المرأة طبعا فلو كل واحد عارف عقل التاني بيتعامل ازاي الحياة اهدى لان طبعا الراجل ما بيحبش الراغي والزن وبيقولوا علينا راغيين وزنانين طبعا مش كل لكم برده عشان طيب عشان بس ايه وقت الحلقة القرب على الانتهاء هايزاخد منك كلمة اخيرة توجهيها لكل البنات لكل البنات اهتمي بنفسك عشان نفسك خليكي قوية واسقة من نفسك بثقتك بنفسك وشخصياتك واتعاملي بطبيعتك جدا وما يهمكيش كلام الناس طيب لما انت صح اهتمي بثقافتك وبنفسك بس سيزح من هاني كلمة اخيرة للشباب اه انت رميت اه ماشي الشباب تحمل المسؤولية تحمل المسؤولية دي نفضها التير هذا دي رقم واحد ما ترتبطش غلما تكون اهل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نستطع منكم البقاء تفعله تزور ما لي ما استطع فاليه بس بالضط الجزء التاني ده في ناس كتيرة بقى بتزعل منه بس خليني في جزء انت قادر تزوج مش قادر خلاص احنا يزعله منه ده صح تقدر تشير مسؤولية وتبقى راجل راجل مش ذكر الزكر ده موجود في كل الكائنات على مستقال الارض يعني حمار كي حمار ذكرك حمار بس انا بكلمة في العموم في العموم ان المسؤولية دي رقم واحد رقم اتنين التأدير والاهتمام والاحتوال الطرف التاني مش محتاج اكتر من كده كلمة طيبة صدقات انت لو دخلت في بيت تديت لها كلمة طيبة الحوار اختلف هي الست زي ما هي بشكل بسيط بتنفعل بشكل بسيط بتهدأ بس الفرق كلمة يعني انت لو عدلت كلامك الوضع اختلف فاستمر في عملية التأدير والاحتواء بشكل قوي رقم ثلاثة ودي اخر حاجة الكرم 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 مش بس المادي الكرم المعنوي مشاعر كبا اه بالضبط العطاء بلا مقابل ما تنتظرش رد الفعل من لقصادك مش معنى ان انا عملت يبقى هي لازم ترد اه بالضبط كده ده بالنسبة للشباب هو في اكتر بين كده بكتير بس علشان ايه علشان وقت الحلقة اه استوزاحمد هاني مشارة علاقات الوسرية والانسانية باشكرك شكرا جزيلا انا عفى على الجانب الاخر استوزاحمد سينا مجد خبيرك التكير باشكرك شكرا جزيلا عزام شاهدين في كل مكان انا باعيز اقول للراجل كلمة اخيرة ان انا باعي استوصوا بالنساء خيرا انا عايز بكم استوصوا بالنساء خيرا انتهتموا بيهم تغضبالكم منهم مهما كانوا هم محتاجين وقفوا جنبكم حد ما شوفكم ان شاء الله بحلقة جديدة وفقرة جديدة فقرة قناة صحة وجمال لكم من كل التحية والتغيير انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته